بسم الله الرحمن الرحيم طلاب العزاء اهلا بكم في فيديو ل يعني اركان الايمان الايمان بوجود الملائكة عندنا اول كلمة فوق التصور او الادراك الجنس البشري يتصور كائنات 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 يوجد حدود حدود كائنات 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 يوجد ذكر الكتب المقدسة كائنات يا سيكون اكب غريب كائنات اجري الواحي رؤية المؤمنون الفكاظ الأطوال الخيارة الدائم كائنات أستطيع اوصلات نارد العين المجرد نارد يخلق النور رئيسي أو أساسي جنس مذكر أو مؤنث مذكر مؤنث أجنحة أرجنة السماوات تماما سميت خادع إرادة طاهر سن يأثم أو إث يطيع يسجل يعص رول دور مسؤول عن يسجل أعمال أفعال صال الجنة والنار مبجل أو جدير بالاحترام سكرايب كاتب انتر ميدياري وسيط انتر ميدياري الركن الثاني للإيمان طبعا عارفين إحنا أن الركن الثاني للإيمان هو الإيمان بالملائكة يبقى الركن الثاني للإيمان يعني هو أن تؤمن بالملائكة يعني 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 تصور البشر إنسان ما يقدرش يتعرف على أو حتى يتصور يتصور كائنات خارج حدود العالم الملموس يبقى عندنا كلمة يتصور وبيينك كائنات يعني يعني خارج حدود وفيزيكال العالم الملموس جزء التاني لا تؤمن بالملائكة الإيمان بالملائكة نحن نؤمن بوجود الملائكة لأن الله ذكرهم في كتبه المقدسة الله clearly confirmed فلقد أكد الله بوضوح the importance of this article على أهمية هذا الركن in the Holy Quran آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أوصاف الملائكة أوصاف الملائك characteristics of angels angels cannot be seen by human naked eye يعني إحنا منقدرش نشوف الملائكة بالعين المغردة naked eye they are created from light لأنهم مخلوقون من النور they have no gender الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أولي أجنحة أولي أجنحة وارباع وارباع أولي أجنحة They are fully submitted to him فهم خاضعون تماما Angels don't sleep وهم لا ينمون eat ولا يأكلون or suffer from illnesses ولا يعانون من الأمراض They also don't have a will of their own كمان بل هم شي إرادة خاصة بهم They are pure فهم طاهرون and cannot sin ولا يزنبون They always obey and serve Allah فهم دائما في طاعة الله وفي خدمته انتقل إلى الجزء اللي بعده دور الملائكة role of angels Angels have different roles and jobs الملائكة عندها أدور ووظائف مختلفة For example على سبيل المثال Some angels are messengers to the prophets بعض الملائكة ربنا بيبعاتهم كرسل لمين الأنبياء Others are responsible for protecting and looking after humans في منهم بيبقى مسؤول عن الحفاظ ورعاية البشر and recording everything وتسجيل كل شيء زي do on earth بيعملوا على كوكب الأرض There is the angel of death دا كمان في ملك الموت who takes people's souls الذي يأخذ أرواح العباد to God إلى الله when they die وإن عليكم لحافرين كراما كاثرين who are responsible of heaven and hell يعني مسؤولين عن الجنة وإيه وعن النار قال تعالى طيب نتكلم بعد كذا عن الملائكة جبريل Angel Gabriel Some angels بعض الملائكة are known to us by name يعني معروفين بإيه بالأسماء Among them the most famous angel أشهرهم بقى من جبريل جبريل who was intermediary والذي كان وسيطا between الله and the Prophet Muhammad peace be upon him بين الله وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم He revealed most of the Quran to Prophet Muhammad وهو الذي أوحى بمعظم القرآن للنبي محمد The Quran mentions him by name three times مش كده وبس القرآن ذكر اسمه في كم مرة ثلاث مرات ثلاثة مرات ننتقل إلى تدريبات تدريبات Choose the correct answer Angels were created الملائكة خلقت من أجل أدوار مختلفة أدوار مختلفة إذا كانوا على كوكب الأرض The arch angel The arch angel brought the revelation of to Prophet Muhammad مين هو الملائكة الذي أحضر الوحي إلى النبي محمد اللي هو طبعا إيه جابريال Number six Angels have no gender الملائكة ما عندهم شي جنس لا ذكر ولا أنسة They have wings أجنحة that differ in number تختلف من حيث العدد Angels were created خلقت بعد من البشر after humans from بعد البشر من light من النور بعد كذا The angel of death ملاك الموت take peoples بياخد أرواح الناس souls to gut when they die عندما يموتون Number nine Angels don't sleep ما بيناموش ما بيكلوش They also don't have a will ما عندهم شي إرادة خاصة بهم Number ten Angels are intermediaries وسائط أو وسطاء ما بين الله and prophets والأنبياء Number eleven The second article of faith الركن الثاني للإيمان هو الإيمان بإنجلز يعني الملائكة Number twelve Angels are not males or females الملائكة مش ذكر ولا إناس لي They have no gender ليس لهم جمس Angels Angels are pure يعني مطهرين and cannot sin ولا يستطيعوا إيه ولا يجنبون They always obey and serve الله دائما ما يطيعون ويخدمون الله Not everything we believe in can be seen مش كل حاجة بنؤمن بها ممكن نشوفها By the naked eye بالعين المجردة السؤال اللي بعد كده What أسئلة answers the following questions أجيب عن الأسئلة الأتي What were the angels created from مما خلقت الملائكة They were created from light خلقوا من نور Who do angels differ how كيف الملائكة بيختلفوا عن البشر Angels were created from light خلق الملائكة من نور While humans were created from clay بينما البشر خلقوا من الطين Number three What were angels created for يعني الملائكة خلقت لماذا They were created for worshiping الله لطاعة الله ترجمة Believe in the existence of angels إن الإيمان بوجود الملائكة Is one of The fundamental articles هو أحد أركان الإيمان الأساسي كلمة fundamental يعني أساسي Of faith in Islam في الإسلام ترجمة التانية Translate into English الملائكة خلق من مخلوقات الله تعالى خلقهم الله عز وجل من نور Angels are a creation of Allah Almighty Creation يعني خلق Allah created them from light خلقهم الله من نور وكده نكون خلصنا اللسفة نور بتاع